دكتور حيدر قبل تقريبا نصف ساعة كان أكو اجتماع للإطار التنسيقي بس أردس لك هذا الاجتماع كان مقرر أم هو طارق بعد هذا المؤتمر اللي خرج بي القاضي حيدر حنون لا هو كل أسبوع أكو اجتماع للإطار التنسيقي طيب مو قضية طارق يعني هو مقرر أن يتم عقد اجتماع وعقده في بيت السيد رئيس مجلس النواب بالإنابة سيد محسين مندلاوي وحضور كافة قادة الإطار مع السيد رئيس الوزراء وتم تداول دعم الإطار إلى الحكومة في تقديم الخدمات والحديث عن دعم القضاء والتحقيقات الجارية في قضية محمد جوحي وأبدأ سيد رئيس الوزراء كذلك دعمه المطلق للمؤسسة القضائية والاقتصاص لا ما تم الحديث عن هذا المهم شنو السبب؟ يعني مو مهم؟ هواية أسباب لا لا مو قضية مو مهم لا مثل؟ أكو أجندات موجودة وبرنامج برنامج موجود يطرح كل أسبوع أما قضية أكيد يجوز تم الحديث عنه لكن لم يصدق لا لا هو تم الحديث عنه بس أكيد ما نزل بالبيان راح ينتهي الاجتماع ورح نعرف قبل ندخل الشارع الحلقة أو بعدها ذات حب أزودك بالمعلومات تدلل زين بعد هذا المؤتمر شنو الارتدادات اللي راح يعكسها هذا المؤتمر وما قيل فيه؟ أولا أستاذ علي سيد رئيس الهيئة النزاهة ليس هاربا ولم يذهب إلى أربيل حتى يلقي المؤتمر الصحفي هناك لأنه هنا ما استطاع أن يقيم هذا المؤتمر هذا كلام كذب وتلفيق وضرر بالسيد القاضي حيدر حنون ثانيا نختلف أنا كان بودي أقول كنت أتمنى أن يلجأ السيد رئيس هيئة النزاهة إلى الوسائل الدستورية إلى المؤسسة التشريعية بشقيها باللجنة لجنة النزاهة اللي هي مشابهة واللي تعمل مع السيد رئيس هيئة النزاهة وإلى السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور فاق زيدان وكذلك ممكن كان أن يطلب الحضور في جلسة الإطار أو اتلاف إدارة الدولة وتبييغ كل شيء